السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوات الأفاضل حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من قصص الأنبياء قصتنا لهذا اليوم عن سيدنا عزيز عليه السلام هو من أنبياء بني إسرائيل أماته الله مئة عام ثم بعثه جدد الدين لبني إسرائيل وعلمهم التوراة بعد أن نسوها كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل وكان يحفظ التوراة ثم وقعت له قصة مدهشة فقد أماته الله مئة عام ثم بعثه مرت الأيام على بني إسرائيل في فلسطين وانحرفوا كثيرا عن منهج الله عز وجل فأراد الله أن يجدد دينهم بعد أن فقدوا التوراة ونسوا كثيرا من آياتها فبعت الله تعالى إليهم عزيزا أمر الله سبحانه وتعالى عزيزا أن يذهب إلى قرية فذهب إليها فوجدها خرابا ليس فيها بشر فوقف متعجبا كيف يرسله الله إلى قرية خاوية ليس فيها بشر ووقف مستغربا ينتظر أن يحييها الله وهو واقف لأنه مبعوث إليها فسؤاله سؤال تعجب وليس اعتراض فأماته الله مئة عام أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه سورة البقرة الآية 259 قبض الله روحه وهو نائم ثم بعثه فاستيقض عزيز من نومه فأرسل الله له ملكا في سورة بشر قال كم لبت فأجاب عزيز قال لبت يوما أو بعد يوم أي نمت يوما أو عدة أيام على أكثر تقدير فرد الملك قال بل لبت مئة عام ويعقب الملك مشيرا إلى إعجاز الله عز وجل فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك أمره الله بأن ينظر لطعامه الذي ظل بجانبه مأتعام فرآه سليما كما تركه لم ينتن ولم يتغير طعمه أو ريحه ثم أشار له إلى حماره فرآه قد مات وتحول إلى جلد وعظام ثم بيّن له الملك السر في ذلك ولنجعلك آية للناس ويختتم كلامه بأمر عجيب وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما نظر عزيز للحمار فرآه عظامه تتحرك فتتجمع فتتشكل بشكل الحمار ثم بدأ اللحم يكسوها ثم الجلد ثم الشعر فاكتمل الحمار أمام عينيه يخبرنا المولى بما قاله عزيز في هذا الموقف فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحان الله على هذا الإعجاز ثم خرج إلى القرية فرآها قد عمرت وامتلأت بالناس فسألهم هل تعرفون عزيزا؟ قالوا نعم نعرفه وقد مات منذ مئة سنة فقال لهم أنا عزيز فأنكروا عليه ذلك ثم جاءوا بعجوز معمرة وسألوها عن أوصافه فوصفته لهم فتأكدوا أنه عزيز فأخذ يعلمهم التوراة ويجددها لهم فبدأ الناس يقبلون عليه وعلى هذا الدين من جديد وأحبوه حبا شديدا وقدسوه للإعجاز الذي ظهر فيه حتى وصل تقديسهم له أن قالوا عنه أنه ابن الله وقالت اليهود عزيز ابن الله واستمر انحراف اليهود بتقديس عزيز واعتباره ابنا لله تعالى ولا زالوا يعتقدون بهذا إلى اليوم وهذا من شركهم لعنهم الله ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إلى هنا تنتهي القصة أتمنى أن تنال إعجابكم وإذا عجبكم الفيديو اضغطوا على الزر لايك واكتبوا لنا تعليقا والشارك في القناة جزاكم الله خيرا وإلى قصة أخرى إن شاء الله إلى اللقاء